السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنبدأ بالتعرف على أنواع التصميمات الموجودة التي يقوم المصمم أو دين ديزاينرز بتصميمها دائما بجد أنه في عندي نوعين من التصميمات تصميمات تطبع تصميمات تذهب إلى مرحلة الطباعة هذا القسم الأول والقسم الثاني هو عبارة عن التصميمات التي تعرض على الشاشة طيب هو إيه الفرق أو إيه الفرق بين التصميمات المطبوعة والتصميمات التي سوف تعرض على الشاشة في فرق أنه كل نوع من أنواع التصميمات تعتمد على نظام معين من أنظمة الألوان على سبيل المثال التصميمات المطبوعة تعتمد على نظام الألوان الذي يطلق عليه باسم CMYK والتصميمات التي تعرض على الشاشة تعتمد على نظام الـ RGB كل نظام من أنظمة هاي حسب المثال نظام CMYK إلو مجموعة من الخصائص التي تتوافق مع التصميمات المطبوعة وكذلك الأمر بأنه نظام الـ RGB إلو مجموعة من الخصائص التي تتوافق وتتلاءم مع التصميمات التي سوف تعرض على الشاشة الآن دعونا نفسر نظام الألوان الـ RGB الـ R اختصار لكلمة Red اللون Red الأحمر الـ G Green الأخضر الـ P Blue الأزرق Cyan اختصار حرف C لسيان الأزرق السماوي M مجنتا ممكن نقول لون Pink غامج شوية الـ Y الـ Yellow الأصفر الـ K الـ Black كما أنه فيه خاصية تانية تختلف بين نظام الألوان الـ RGB والـ CMYK الخاصية هي عبارة عن عدد الألوان على سبيل المثال أو عدد ألوان نظام الـ RGB هو عبارة عن 16 مليون لون لكن نظام الألوان الـ CMYK يحتوي على 4 مليون لون طيب الـ 4 مليون لون فعدياً ضمنياً هم موجودين في داخل النظام هذا يعني أنا عندي الـ RGB هو عبارة عن الـ 4 مليون اللي موجودين في CMYK زائد 12 مليون لون آخر الآن ننظر إلى دائرة الألوان الـ RGB Red Green Blue عندما مزج لونيين مع بعض مثلاً أنا أريد أن أمزج لون الـ Green الأخضر مع الأزرق يعطيني السيان وعند مزج لون الأزرق مع لون الأحمر يعطيني المجنتا وعند مزج لون الأخضر مع لون الأخضر يعطيني لون اليلو وعند مزجي الثناث ألوان يعطيني لون الأبيض الـ White وعدم ظهور الألوان يعطيني لون إيش الأسود الآن أنا أريد أن أتعرف مع بعض على بعض الأمثلة للتصميمات المطبوعة والتصميمات التي يتم عرضها على الشاشة تصميمات المطبوعة مثل البروشورات اليوفرط الدعائية الكروة الشخصية دعوة الزفاف العلب الكراتين أشكال المنتجات قبل العمل عليها أي تصميم مهما كان يجب أن أضلعه على المطبع لكن التصميمات التي ستعرض على الشاشة وأمثلة عليها على سبيل المثال مواقع الإنترنت الأفلام الكارتون الأنمي فن الدمش الموشنغرافك أي تصميم مهما كان سوف يعرض على شاشة على شاشة الحاسوب الآن خلينا نيجي لنظام الألوان الـ RGB نزي ما حكينا سابقا نظام الـ RGB يتكون من 16 مليون لون 16 مليون لون وهو عبارة عن قسمين قسم الأول اللي هو الأربع مليون لون اللي موجودين في نظام CMYK مستقلين بذاته وفي عنا كمان 12 مليون لون وهو عبارة عن نظام موجودين في نظام الـ RGB يبقى نظام الـ RGB اللي 16 مليون يتكون من 12 مليون المختصين من الـ RGB زائد الأربعة مليون اللي موجودين في CMYK الآن قبل ما أصمم أي تصميم لابد أن أتعرف إذا أنا بدي أعمل تصميم مطبوع بروح لنظام الألوان اللي هو CMYK بدي أصمم شيء يعرى على الشاشة بدي أختار نظام الألوان اللي هو الـ RGB لأنه إذا أخطأت أنا و أنا قاعد شغال اخترت أنا أصمم تصميم مطبوع و اخترت أحد ألوان الـ RGB اللي هو مثلاً لون هذا هذا النظام في الـ RGB تمام؟ وأنا أصلاً في الأصل بغا أصمم تصميم مطبوع لكن هذا اللون الموجود خاص بالـ RGB غير موجود في النظام CMYK فالنتيجة هتطلع عندي اللون هذا عند الطبعة هذا الموجود في الشاشة على الشاشة وهذا الموجود على الطبعة وبالمناسبة نظام الفوتوشوب بتكون من 6 أنظمة واحنا نتعامل مع نظام الـ RGB بيعطيكم ألف عافية